تعجو مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات تجارية لمستحضرات تجميل الرخيصة الثمن في ظل تهافت العديد من النساء على الظهور بهيئات المشاهير لكن استخدامها يعد خطوة محفوفة بالمخاطر لارا واحدة من هؤلاء النسوة التي أقبلنا على شراء المستحضرات رخيصة الثمن تم الإعلان عنها من قبل إحدى المشاهير والنتيجة كانت ضررا كبيرا أصاب بشرتها كنت أشتري مكياج رخيص مثل الفانديشن والبلاشر والبودر والحمر بأسعار مختلفة مثل الألف والألفية فما تتعدى هذول الأسعار لذلك سببت لي كلف وحبوب البشرة فلذلك قررت أن أروح للدكتور وأعالج ويؤكد عاملون في مجال الطب التجميلية أن هؤلاء البقاعين لا يدركون مخاطر استخدام المستحضرات المصنعة بدون رقابة جهات متخصصة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية من مظهر المنتجات المضروبة يمكن أن يسوي ضعف بالجلد يسميه بالإنجليزي أترفي يمكن أن يسوي كلف يمكن أن يسوي داء الوردية وظهور أوعية شعرية عنكبوتية بالجلد وهذه الأمراض طبعا ممكن أن يسوي حب يعني بسبب هذه المنتجات ستسدنا الغدد الدهنية وبات من السهل الحصول على المنتجات المخشوشة في ظل التوسع منافذ التسوق الألكتروني بحسب ما يؤكد موردون سيما البضائع الوردة من الصين والتي تعد من المصادر الأكبر للمنتجات المزيفة والتي تتسبب بحروق جلدية لمستخدميها المكياج دائما جاي يجينا بصورة رديئة بسبب عدم الرقابة بسبب يعني ممكن القمرق المواد اللي جاي توصل لنا هواي من الناس يعني جاي يتأثرون بمواضيع ومساحق التجميل بسبب تشوهات الخلطات كل جاي تجينا نوعية رديئة مجرد ما الشخص استخدمها مرة ومرة لسبب حروق يعني توصل لنا درجة أولى ودرجة ثانية من الحروق وشددت وزارة الصحة على ضرورة الامتناع نهائيا عن استيراد أو تداول أي منتج طبي أو عشبي أو مكملات غذائية أو مستحضرات تجميل إلا بعد حصولها على ترخيص من وزارة الصحة العامة وفرضت تدابير قانونية على المخالفين لتلك التعليمات وتعاني المنافذ الحدودية العراقية من ضعف في ضبط عمليات الاستيراد والتصدير فضلا عن التهريب وإدخال المواد غير المسموح بها على الرغم من وجود مدونة قانونية ضخمة تعمل على السيطرة على هذه العمليات عبر انفاذ المعايير القانونية التي فرضها المشرع العراقي في قانون الجمارك نجح العابد الحرة البصرة ترجمة نانسي قنقر